تنفيذاً استحقاقات اتفاقية السلام الموقع في جوبا خلال أكتوبر الماضي للعودة لتقاسم سلطات الأقاليم أعلنت الحكومة السودانية تعين مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان حاكماً لأقليم دارفور غربي البلاد القرار أصدره عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني معلناً ذلك خلال تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر استجابةً لاستحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان وعملاً بإحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية أصدرت اليوم قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً عاماً لأقليم دارفور ويحظى اتفاق جوبا للسلام بتأييد دولي وإقليمي واسع كونه يمثل عودة للحكم الفدرالي بالسودان بعد غياب لنحو ثلاثة عقود وينص بروتوكول تقسيم سلطة المواقع محركات دارفور على تخصيص 20% من الوظائف الخدمة المدنية والسلطة القضائية ونيابة العامة والصفراء والبنوك والشركات العامة لأبناء الأقاليم على أن يتم ذلك بقرار خلال 45 يوماً من توقيع الاتفاق وقاد البروتوكول بالعودة إلى حكم السودان بنظام الأقاليم بدلاً عن الولايات على أن يعقد مؤتمر قومي للحكم في السودان في غضون 15 من توقيع الاتفاق السلام ونص البروتوكول على منح 40% من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور و30% لمكونات السلطة الانتقالية و10% لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق و20% من السلطة لأصحاب الاختصاص